اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل الاميات اللي عم بتحضر العرس بنتا شو معقولة يكون كيف يهتموا بحالهم قبل العرس طبعا اكيد واكيد هنشوف صور ونطري اتصالات المشاهدين طبعا لكل اللي عابلون يتواصلوا مع جين اللي ارقام عم تقطع على الشاشة إذا بدكن تستفسروا عن أي شيء أو أي موضوع ما بلش بأول صورة أكيد سوان جديزار منشوف دايماً أم العروس أهم شيء بالنسبة لها العروس بس أنا كمان كتير بشدد بنشوف بها الصورة كيف بتحس كل الاهتمام على بنتها سوأنا دايماً بشدد على أم العروس تهتم بجميل لأنه دايماً الرجل يما الحضور بيقولوا اف لك شو طالعة حلوة لأمها سو دايماً عنا هالتقارب أكيد أم العريس كمان بوجهه لها تحية وبيقول تما تزعل أم العريس تحييك أكيد بقول هلأ بهالأيام صار أم العريس بتقول أخت العريس أكتر ما هو بطلنا على الأولد فاشن القديم اللي هو اللي مبينة إنها كبيرة وإنه تعبت وربيت لأ صرنا هلأ لو عمرها ثمانين سنة يونج وكلاسي وشيك والفستان منين والميكب منين والشعر منين وحتى أم العروس وأم العريس ما بتعرفيهم بيعرسوا أولادهم قد ما بيكونوا إشعاع وبريق صحيح سو أنا بعرف من الستات اللي بيجوا لعندي بالإنستيتيوت أول شيء أهم تعمل باكتش العروس اللي هو فيشل وسبا وتغنيش والميكب والشعر أنا كمان هلأ عامل باكتش لأم العروس يعني كمان تتغناش تعمل فيشل بيضوي وجه هلأ الفيشل يما شيء للوجه في عندك رينج فيكون من ثمانين دولار لا حديث الالفين وخمسمين دولار إذا عاملت لأف اي تو حتبين أخت العروس ما دا بس بديك تدفعي هلأ بالنسبة للألفين وخمسة اللي هي الأف اي تو إذا بتسافر على أمريكا يعني في كتير ستات مبارح كنت بي صيدة في كتير ستات جايين من أمريكا يما من يوروب بيقولولك كتير رخيص بالنسبة لبرة وبالنسبة للبنان يعني حيا الله بلاستيك سورجر يما عملية جراحية بالوج مش أقل من خمسة لسبعة تاليف دولار دونك وقت تصغري خمسة سنين تضلك ناتشورل وفي زيت الوقت تحافظ على ملامحك مدون ما تفوت بي واجع عملية وازرياء وكل هالقصص دونك كتير رخيصة بالنسبة للريزالت اللي بتاختي طبعا أكيد هلأ كمان في صورة تانية كتير حلوة حنشوفها سوا اللي هي الليفتينج فيس هلأ الميكرو كورينت ليفتينج فيس كل الأميات وكل ستارس بأمريكا أنا مسافرة نهار السبت من قلارات على كاليفورنيا ولاس فيغاس كل ستارس بي يو اس بيحبوا هيدا التريتمنت أول شي نص ساعة ماكسيموم تلت تربع ساعة مثل ما عم نشوف هيدون أنا عزلت أقل من ساعة بحس ما عملت شي معنيتها بحاجة لتغنيج أكيد بحاجة لتغنيج بحاجة لامين يعملك مساج مش بس أنت كل العالم طلع برسنتج كتير عالي أنه كل العالم سبتات ورجال يعني حتى رجال إذا ست بتلاقي جوزة كتير معصب أنا بنصحة تبعته يا يعمل فيشل يا مستحش يا ما فوت أو قاية فوت تريتمنت يعني مازال ما هو يقصده فيه رب البيت لا يعمل تريتمنت فوت تريتمنت اللي هو ما بيشيل شي من رجوليته أكيد بس بيكون حس أنه ارتاح نفسيا وخفف من سترس طبعا ونحن عالا عم نعرف سترس عامل ضارب العالم خصوصا بلمنان وقتا نحضر الأخبار والأشي اللي عم بتسير أنا بطلت هلأ العروس مثل ما قلنا الميكرو كارنت فيها تجي تعمل قبل بثلتية من العرس بتحس كأنه عطانا أواشي رونق بجنن عطانا هل تجايد والتراهل شد شوي أكيد بطريقة يعني لأنه هي بس وان ساشن يعني خمس جلسات قبل العرس امتها ستين دولار معناتها أفوردبل للكل لأنه أم العروس بتقلليك عندي باجت هلأ العرس ما بالي بهيك إشي دونك في لكل لكل أم باجت بس بليز ما بدي أسمع ولا ست قلتلي ما بدي أهتم بحالي أهم شي بنتي نعرف إنه الولاد كتير صالفش نعرف إنه الولاد أهم شي للأهل هني أوقات رأي لك جين هني بيكونوا إنانية الولاد بس الأهل بمحال كمان بينصحالوا بينصحالوا وبيعودون مش لأنه الولاد بس بدي يكون إنانا لأنه هو تعود إنه هو بس كل شي لأله بدي يبين بالعرس إنه إلا هي أحلى ست بكل الموجودين سو بتحسي أوقات هيك أوقات هيك البنات يعني كمان في ست جتنا بالعكس يعني توفى جوزة وكتير كانت ديبريشن وكتير تأثرت بشرتها شوي أولادة من بعد سنة حبوا يطلعوها من الموت ويفسروا لأنه نحنا موجودين يعني بدك تعيش يكرمي لنا مش بس لأنه توفى بابا خلصت حياتي جابوها لعنا وكمان غيرني لامون وطلعت كتير مبسوطة أكيد كل الشهداء اللي توفوا في عندي صحبتي ليا عقوري بقدم لها تحية كمان جوزة توفى بنهر البارد وهلأ كل الإميات اللي عم بيعانوا بيها المرحلة ما بيرجعوا بيطلعوا مننا بالهين يما بتحسي كل ما يموت حدا ما بيعرفوه من الجيش عم بيرجعوا يوقعوا بزيت الدبريشن مضبوط هلا لكلها والإميات أنا مقدمت لهم الانتيسترس كادو سو عندي أنا شي أحلى كيفت عندي صحبتي كمان تانية توفى شوزة كمان من نهر البارد وكتير تأثرت مش بس كتير تأثرت يعني الله لا جرب جرب يدوي حدا هذا الشيء داعته للأسف نحنا بعائلاتنا وبي مجتمعنا اللبنين اللي عشنا 30 سنة حرب ما في حدا ما متلو حدا مني وجر كل العالم وإن شاء الله يتعلموا هالرؤسة اللبنانية إنه ما بدنا نرجع نفوت بالحرب ما بيسمعنا لأنه مش بس بتكوني قتلت هالأم قتلت هالأمرأة اللي ماتت فيك وبزيت الوقت تأثروا لولادهم طبعا سوى بقدم لهم آنتي سترس اللي هي بتساعدهم يمرقوا هالمرحلة يقدروا يوقفوا عجريهم كرمال أولادهم كرمال حالهم المجتمع حالهم بتحس إذا ما حبيت حالك وما موقفت كرمال حالك مرح تقدر يعني مية بالمية مودي بدلك بس تعطي بيخشي بتوحل الأنرجي أكيد كمان حنشوف صورة سوا هلا دايما منحس البنة بتتأثر كتير بأمها يعني المامي شو بتلبوس المامي كيف شعرها كيف مصهرها كيف بالمجتمع يعني دايما خليني أخد بس قبل اتسار من ميرفت موجور من بيروت صباح الخير ميرفت بدي إليك أنا عندي مشكلة إنه من بعد ما ولدت بقيت بطن بعد ما راح تصلي تقريبا سنة ونص أدي يعني كبر فينا نقول ياس ياما اثنين لأ صرقت معي ثلاثة إيسات ثلاثة إيسات قد أخدت وزن عشرة كيلو بس معني طبعا من قبل كعنا متراكمين كعنا عملا هيدا رابع ولد تقريبا رابع هلا بين ولد وولد أكيد ما رجعت شوية ضبط تركتي ويتراكموا لأ لأ بس غريب هيدا هالمرة بقيوا بقيوا هلا أكيد رابع يعني أول ولد هينتنزلي ثاني ولد شوية أصعب ثالث ولد صعبة رابع ولد كتير صعبة طبيعي خصوصا نعرف أنه لازم تعمل سبور لازم تأكل منتظم تنتبهي على أكلك بس أوقات ففات بيتراكموا ما فينا نشيلهم إلا بطرق معينة مثل الأبريات يعني هاو الماشينات بيخلوك الدوبة ما ترحمها لازم في عنا طريقتين فيك تلتجي على شيء اسمه بلاستيك سورجوري لايبوسكشن هيدول المشاكل تابعون أنه منفضة بس مجبورين نرجع نقص ونشيل هيدا الغلط لأنا ما كتير بحبه لأنه في سبتيت عم بيجوا من بعد خمس سنين وعشر سنين للأسف عم بيرجع يطلع فات عم بيطير الفات يعني هاو الدهون أصعب أنه يروحه وأسمك وأبشع سو أنا كتير مع أنه نمشي أكيد بطريقة معينة بالأكل أكيد شوية سبور إذا فينا من علمك نحنا بالإنستيتيوت أنت وبالبيت الصبح وقتها تقومي بياخدوا دقيق تانية ما ثلاثة بتقدر تعمليون وأكيد بقدمليك اللي هي الكافيتاشن تدوي بدهون بدون عملية بجلسة بتنزل ثلاثة سانتي أهم شي نشرب ماء ميرفت بس بدي تحت الهواء تعطينا العائلة حتى أقدملك ثلاثة كافيتاشن بركي هيك نصهم بيروحهم أكيد واو طيب تعالنا فاطمي كمان فاطمي صباح الخير علي صباح يا أهلا وسهلا تفضلي أنا كتير كتير مفتو هلا وبحبت كتير لما دام جاي حب وبس بدي اسأله ما بدي بتفتحي عنا بترابلو يتقبش قلبي انت يا ريت تقدر افتح هلا صراحة صار لسنة بفتش بجبال إذا فتحت بجبال شوي أهلا عليكم أخوان علينا أذب الجليات والله هلا عم بفتش جبال عمشيت يعني نحنا لبنانية we don't give up I don't care شو ما جربوا يشتغلوا فينا ما من حد نستسلم ما من استسلم وأكيد هافتح وهلأ اللولي في محل بين جبال وعمشيت إن شاء الله بأي لول بدي شوفوا إذا أوكي أول واحدة هتكون معزومة على الافتتاحية وأنا بشرفني أهل ترابلس يجوا لعندي يما أنا افتح كرمان ولي أنا بموت فيهم وصار لسنتين بفتش بس يمكن أنا صرت كتير نيعة فاطمة بديك تجي لعندي عجم ميزة لبنك تفتحت بدي أول شي العيلة إذا فيك تعطينا إياها فاطمة علي علي وبدك تجي تتغنى شي اللي بدك يما في اي بي فايشل يما في أنا كتير كتير بحب إزي التنصص بس هلأ أونساين بالخامس برك إن شاء الله بعد نوليت نالله راد إذا كنا فتحنا أول كدو وحيكون لقليك بمناسبة الإفتتاحية وإذا لا نحنا منرجع منضع فيك ترجعي غير شكل قبل ما تحبلي يا حبيبت قلبي نحنا منحذك كتير كتير صنقنا يعني بحلم فيك حلم إيه حياة شو مهضومة فاطمة تنكي لقليك أكيد فاطمة مرسي لعطيسنا عليكم مرسي لقليك جين أكيد تنكيو نهار نشوفيك إذا الله راد نهار الجمعة متوقف من فاصل علينا ومن بعدها مركور مع مايا بوليدة بديني وبستقبل اتصالي تكون مباشرة على هوا ترجمة نانسي قنقر